يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك التجاري وفابونك فيكم واثقون السلام عليكم مستمعين في الماكنتوس سعيد بالتواصل معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصوت المقاول والتي ستكون الأخير في هذا الموسم الثاني من البرنامج نحن بقي كنواصلوا الاستماع لكل تساؤلاتكم لكتهم عالم المقاولات الصغرى والصغرى جدا دائما رفقات خبرائنا المميزين وكي سعدني نرحب بيونس عم حروس الخبير في دار المقاول التجاري وفابونك لغادي رفقني الإجابة على التساؤل الحلقة سيونس مرحبا بك معنا السلام عليكم سي جواد ومرحبا بالمستمعين الأوفياء نمشي على بركة الله نستقبل مكالمة الحلقة ونقول ألو سلام عليكم ألو سلام عليكم السلام عليكم مرحبا بك الاسم ومن إينا بدينك تتحدري معنا سي جواد معك ناجات من ابني ملال مرحبا بناجات ومرحبا بالناس دير ابني ملال تفضل لك كتديري وشنو السؤال ديالك السؤال ديالي هو أنا مقاولة شابة بغيت نعرف كيف شمك الي نستفد من خدمات المالية اللي كتقدمها البنكة مرحبا سؤال ديالك واضح شكرا لك ناجات من ابني ملال خليك معنا في الاستماع إذن كيف ما سمعتين معنا سي أم حروس المتصلة ناجات من ابني ملال كتتسائل وكتقول يعني هي مقاولة شابة والسؤال دياله هو كيفاش تستفد من الخدمات المالية اللي كيقدمها البنك شكرا على هذا السؤال الاستجاوات وكيف ما كنا نعرفه فالأبناء كيتقدم مجموعة من الخدمات المالية لموقنة هنا من طرف البنك المركزي أي بنك المغريب هذه الخدمات قد نقسموها لثلاثة الأجزاء الحساب البنكي وسائل الأداء والتمويل البنكي ونبدأ أولا بالحساب البنكي والترويج دياله وهنا ما فيها باس نذكروا بأنه كين مجموعة من الحسابات البنكية على حساب الاستيامال يعني واش تصير أولا للدخار وعلى حساب كذلك مستعمل الحساب والشركة والتعاونية والتاجير والحسابات الأكتر استعمالا هما أولا الحساب الشخصي اللي كيخص المقاولين الشخصيين بحل المقاول اللي عندهم سجيل تجاري هو الغوجيس دو كوميرس أو الأشخاص الذاتيين اللي هما البارسون فيزيك أو لا كذلك المقاولين الذاتيين اللي عندهم بتقديل المقاول الذاتي أو الأشخاص اللي كيزولوا حد النشاط إما تجاري أو حرافي وهذا الحساب هذا تكون بالاسم الشخصي المقاول ويمكن كذلك إضافة الاسم أو العلامة التجارية في حالة توفر على الشهادة السلبية وكين ثانيا الحساب الجاري الخاص بالشركات اللي مذيور للأشخاص المعنويين اللي هم البرسون مغارن بحالة على سبيل المثال الشركة ذات المسؤولية محدودة اللي هي الصغل وباش نفتحو هذا الحساب خاصة الملف الإداري ديال الشركة اللي كيكون مكون من السجيل التجاري القانون الأساسي شوهد السجيل في الرسم الطريبي وصندق الدمال الاجتماعي وحتى نسخة من الإعلان في الجريد الرسمية طيب سيونس وشنه هي وسائل آداء المتاحة الجزء الثاني من السؤال ديالكم استجاوات هو وسائل آداء اللي البنك كيديرهم رهل الإشارة ديال المقاولين يعني بعد فتح الحساب خاصة لباش نتعامل وهنا كنت تكلموا على وسائل آداء المتوفرة اللي نقدر نستعملها نبدو أولا الشيك اللي هو وسيلة آداء فورية ومجانية كتجنبك استعمال الاسباس وكتمكنك من تجيل العمليات ديال الأداء ولكن الشيك ما كيمكنش من تأجيل الأداء وكذلك عنده تابعات ديال عدم أداء الشيك ثانيا كذا الكيمبيالة أو الطريطة اللي هي ورقة تجاري للأداء أو الاعتمان اللي كتمكنك من تأجيل ديال الأداء لوقت محدد واللي من المفروض تتعمل في المعاملات التجارية ديالك ثالثا كينتدفع بواسطة البطاقة البنكية اللي هي وسيلة كتجنبك من حمل النقود وسريعة في الاستعمال سواء في الأداء أو السحب رابعا كينتدفع البنكي اللي ولا حاليا فوري أي يمكن لك تسافر الفلوس لأي حساب البنكي وغادي يوصله في الحين وكينتدفع أخرى بحلق تطاع البنكي وجدير بالذكر أيضا أن الأبناء يقدموا حلول أخرى متعلقة بالتأمين والاستثمار والإدخار طيب سيونسي لسمحتي سبق لنا وتكلمنا عن الحلول التمويلية اللي يحتاجها أصحاب الشركات الصغرى والمقاولات في حلقة السابقة ولكن واش ممكن عفك تعطينا توضيحات وتفسيرات أخرى لهذه الحلول هذه جزء الثالث من السؤال ديالكم وهي الخدمات التمويلية أو الحلول التمويلية والتي تطرقنا لها في حلقة من حلقات صوت المقاول والتي هي قرود الاستثمار للهدف منها بدأ وتطوير مشروع استثماري بحل على سبيل المثال الشراء أو التهيئة المحل التجاري أو شراء الآلات والمعدات إلى غير ذلك ولا سبيل المثال كي ينقرض انطلاع كي ينقرض تسير كذلك للهدف منها هو تمويل حاجية الشركة على سبيل المثال تسهل الدين الصندوق اللي هما الفاسيتي دوكيز أو للسحب على المكشوف اللي هو ديكوفر وأخيرا كي ينتمويلة أخرى يعني كريدي كيمويل احتياج خاص ومحدد بحلق قروض الحمالات اللي هما كريدي دوكمبان أو القرض العقاري يعني الكريدي إموبيلي أو الضمانات المصرفية اللي هما أو القرض لإيجار اللي هو وفي الأخير نبغي نذكر بأنه قبل أخذ أي قرار لا بد الاستشارة مع المستشار البنكي لأخذ المعلومات اللازمة والكافية من طرف خباراء تجارة وفا بانك وذلك بتوجه الأقرب وكالة تجارة وفا بانك للإجابة على جميع استفساراتكم والاستفادة من الخدمات الخاصة والمجانية أو زيارة الميناسة الرقمية www.daralmukawil.com اللي فيها مجموعة من المعلومات والفيديوهات والدروس والنصائح وكذلك دار المقاول رحا حاضرة أيضا في الفيسبوك عبر الصفحة أنا معاك وأيضا في اليوتيوب عبر قناة دار المقاول وشكرا شكرا لك يونس أمحروس وذكر الخبير في دار المقاول ستات التابع التجاري وفا بونك على كل هذه التوضيحات شكرا أيضا الموصول لكل خبراء والخابرات دار المقاول عبر ربوء المملكة اللي دازوا معنا عبر حلقات هذا الموسم ما يفوتنيش نشكر تجاري وفا بونك على التعاول الكبير دياله وكل من سهم من قريب أو بعيد يعني في مد المستمعي الكرام ديالنا والمقاولين والمقاولات بكل إجابات على تساؤلات ديالهم صحيح هذه آخر حلقة في الموسم الثاني من برنامج كمسوة المقاول ولكن البرنامج باقي متواصل معكم في موسم ثالث جايب إذن الله نتمنى وعطلة جميلة لكل المغاربة ونضربوا لكم موعد الموسم المقبل من صوت المقاول هذا جوى الطاهري كيحيكم وكي نقل لكم تحية عيدش الراضي في الإخراج دوزوا بخير يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك التجاري وفابونك فيكم واثقون